موسيقى من أكرانيا وحيكم مشاهدين الكرام من قناة يواتي فيا الأكرانية في العاصمة كييف حصاد الأسبوع وقدموه لكم أنا صفوان جولاق فأهلا بكم مع بداية هذا الأسبوع أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تخلي بلاده عن أي التزامات جديدة في الاتفاق النووي إعلان روحاني جاء بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى الإيراني آية اللاخ علي خامنائي معارضته لأي حوار مع واشنطن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال إن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كاف لبلاده وأن إيران قادرة على التخصيب بنسبة مرتفعة في حال نفاذ مخزونها حسب الاتفاق النووي علينا أن نشكر أعداءنا على إتاحة الفرصة لجمهورية إيران الإسلامية وخاصة في مجال صناعة التكنولوجيا النووية أهم التدابير التي اتخذناها هي أننا قمنا بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة في إطار مرحلة الاختبار إلى 15 ثلاثة أو أربعة منها جديدة تماما الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن استمرار إيران بتوسيع عمليات تخصيب اليورانيوم ليس مفاجئة ووصفت تحرك إيران بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ وابتزاز نووي من جهتها قالت الخارجية الفرنسية إن في الخطوة الإيرانية خرق لبنود الاتفاق ودعت طهران للعدول عن قرارها مشيرة إلى أن باريس لتزال ملتزمة بالاتفاق النووي كما قالت بريطانيا إن اعتزام إيران التنصل من التزاماتها النووية يتعارض بشكل واضح مع روح الاتفاق وطالبتها بالعدول عن ذلك أما وزير الخارجية الألماني هيكو ماست فطالب طهران بالتراجع عن جميع خطواتها السابقة بهذا الشأن والعودة إلى الامتثال الكامل لكل التزاماتها في الاتفاق ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العراق إلى أكثر من 260 قتيلا ومئات آخرين من الجرحى جراء المواجهات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين المحتجين وقوى الأمن المئات حاصروا مبنى محافظة كربلاء وحاولوا اغتحامه وحاولوا إضرام النار فيه لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم وفي سياق متصل حوالى مئات المحتجين تسلق الحواجز الإسمنتية المنصوبة أمام ببنى محافظة البصرة ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين لا الدفعون بالتظاهرات لاتجاه العنف تظاهراتنا سلمية سلمية قتلكم المرحة المتظاهرين يعني بغاض الجماهير ودفعها للعنف نحن نتجه العنف هذه سياستكم القتل المسالمين المتظاهرين السلمية لآخر لحظة طورة السلمية فلتدفعون بالجماهير تجاه العنف لأن هذا القتل يولد ردفع العنيف هذا وقد اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات العراقية بشن حملة اعتقالات وسط العاصمة بغداد ونقل المرصد عن شهود عيان أن ملثمين يستقلون مركبات حكومية اعتقلوا عددا من المحتجين في منطقتين العلاوي والصالحية بينما كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير وبدورها أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أدانت تجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين نطالب مفوضية الأمم المتحدة ونطالب مفوضية حق الإنسان ونطالب منظمة العفو الدولية ونطالب مجلس الأمن الدولي أن يتدخل فورا لأن قمع للمتظاهرين يحصل يوميا ومرات بالليل يصير واعتقالات موجودة هذا وقد تعطل العمل في ميناء أم قصر بالبصرة وهو من أهم موانئ العراق بعد أن قام عشرات المحتجين بقطع الطرق المؤدية إليه وإغلاق بوابته الرئيسية حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قالت إن إغلاق المتظاهرين المتقطع للميناء كبدت دولة خسائر تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار أحيت ألمانيا الذكرى الثلاثين للسقوط جدار برلين الذي حطم جزء منه في التاسع من نوفمبر عام 1989 الجدار الذي بلغ ارتفاعه أربعة أمتار قسم على مدارخ ثمانية وعشرين سنة دولة ألمانيا إلى غربية وشرقية فكان رمزا لتقسيم البلاد وأوروبا بأكملها هذه الذكرى تعيد إلى أذهان الكثير من الألمان ذكريات العيش خلف الستار الحديدي لنتابع أمضى هارتموت ريختر أحد عشر شهرا خلف هذه الجدران في سجن المخابرات الألمانية الشرقية شتازي في بوسدام عشر اخترف شبابه في الجزء الشرقي من ألمانيا حاول خلالها الفرار عدة مرات إلى الغرب وعندما نجح في ذلك راح يساعد الآخرين على المغادرة هكذا نقلا في إحدى المرات ثلاثة وثلاثين شخصا بسيارته ولكن الحظ لم يحالفه في عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين حيث ألقي القبض على الرجل وزج به في السجن سعدت الآخرين على الخروج من الشرق ولكنني لم أقدر قوة اشتازه لم أتوقع أن يلق القبض علي على المعبر الحدودي قضى ريختر في السجن خمس سنوات وبعد بوسدام نقل إلى برلين أطلق صراحه في عام الف وتسعمائة وثمانين ورحل إلى ألمانيا الغربية حيث بدأ حياة جديدة ولكنه لم ينسى الماضي أشعر بالغضب عندما يحاول الجميع أن يظهر وكأن كل شيء كان جميلا وجيدا إذ يقول البعض واه أيام ألمانيا الشرقية القديمة الطيبة لم يكن كل شيء سيئا كان الجميع يعمل ولكن تخيلوا لو أن النازيين قالوا ذلك بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية قسمت برلين إلى أربعة قطاعات وقعت تحت سيطرة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي أدت المواجهة بين الحلفاء الغربيين والاتحاد السوفيتي إلى تقسيم ألمانيا إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية فصل بينهما جدار خرساني بارتفاع أربعة أمتار وبطول مائة وخمسة وخمسين كيلومترا شيد في برلين محاولين الهروب من النظام الشيوعي إلى الغرب حفر الناس الأنفاق وصدموا الجدار بالسيارات ولكنهم لم ينجحوا دائما حيث قتل بالقرب من الجدار نحو مائة وخمسة وثلاثين شخصا غالبا ما كانت تهرع مجموعة من الراهبات السابقات اللواتي عملنا في مستشفى بالقرب من الجدار لمساعدة الذين تمكنوا من الفرار إلى برلين الغربية لم يتمكن أي أحد من برلين الغربية أن يحضر مراسم الدفن لم يتمكن الأبناء من رؤية أهلهم ما أدى إلى تحطيم الأواصر الأسرية غالبا ما كنت أقول وأنا في تلك المستشفى يا إلهي لماذا لا يزيلون هذا الجدار بالكامل يذكر هذا المتحف في وسط المدينة بتلك الأوقات عندما كانت برلين مقسومة إلى قسمين يزور المتحف نصف مليون شخص كل عام يمكن أن تشاهد هنا الشقق الألمانية الشرقية النموذجية والسيد جوردون مدير المتحف نشأ في واحدة من هذه الشقق كانت مجلات وكتب ألمانيا الغربية محظورة بالكامل في الشرق هربت من خلال الأقارب والأصدقاء الذين أمكانهم نقلها الكثير من الأشياء والمنتجات الغذائية التي أمكن شراءها بسهولة في أي متجر في الغرب لم تكن متوفرة في الشرق مثل الموز أو العسل على سبيل المثال العسل الإصطناعي يقال هنا أنه يحطوي على ما لا يقل عن 10% من عسل النحل ولكن ماذا تحوي 90% المتبقية يبقى لغزا وأظن أنه يحتوي على الكثير من السكر كنا نأكله دون أن نفكر في ذلك كان الجدار بالنسبة لي رمزا لعدم إمكانية السفر كان لدي في البيت مجسم للكرة الأرضية مع خريطة العالم وكنت أتوق لأن أعرف كيف تبدو الدول الأخرى وبالطبع رغبت في زيارتها ولكن ذلك كان مستحيلا قسم الجدار مدينة برلين إلى شرقية وغربية على مدار 28 سنة وفي التاسع من نوفمبر عام 1989 سقط جدار برلين وبدأت عملية إعادة توحيد ألمانيا احتفاء بهذه الذكرى نظمت في جميع أنحاء البلاد المعارض والحفلات الموسيقية افتتح في مدينة إسطنبول معرض للصور الفوتوغرافية حول مأساة كارثة تشيرنوبل مصور تركي اختار المأساة لتكون عنوانا لمعرضه بعد قراءة رواية صلاة تشيرنوبل التي حازت مؤلفتها على جائزة نوبل للسلام التفاصيل في التقرير التالي 45 صورة تحكي كل منها قصص حقيقية لأشخاص نجوا من مأساة تشيرنوبل ركز المصور التركي في عمله على الزمن الذي يبدو وكأنه توقف في قرية بريبت بعد الحادث بعد الانفجار في محطة تشيرنوبل النووية تم إخلاء المدينة ولم يعد أحد هناك المنازل فارغة والمدارس فارغة والمدينة مهجورة فقد توقف الزمن هناك أردت أن أوضح أنه يوجد في العالم مكان توقف فيه الزمن فقد حضرت إلى هناك في عام 2019 وعاد بي الزمن مباشرة إلى تشيرنوبل عام 1986 أصبح موضوع الحادث في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية أقرب للمصور منذ عام بعد قراءته لرواية سفتلانا إليكسيفيش صلاة تشيرنوبل الحائزة على جائزة نوبل حيث ألهمته القصص الحقيقية للأشخاص الذين نجوا من المأساة إلى زيارة منطقة الحضر في تشيرنوبل في تشيرنوبل مكثت لمدة ثلاث ليال وأربعة أيام مشينا في المنطقة من الصباح إلى المساء هناك الكثير من الأماكن المهجورة وكان من الصعب بطبيعة الحال الدخول إلى كل موقع والتقاط الصور ثم اختيار الأفضل خصصت القنصلية الأوكرانية في اسطنبول الأموال لدعم وتنظيم المعرض نحن سعداء جدا بإقامة هذا المعرض حيث أن الأتراك لا يعرفون الكثير عن مأساة تشيرنوبل ونود أن نوضح لهم ما الذي يحدث في تشيرنوبل الآن حتى يعرفوا حجم المأساة وحتى لا تتكرر مرة أخرى من بين زوار المعرض كان ممثل الجالية الأوكرانية وتتار القرن في اسطنبول في هذا المعرض يوضح لنا المصور ما الذي تبقى في زوايا المكان بعض العناصر والأماكن المهجورة عجبتني صورة الساعة التي نسيت على الأرجح بعد حدوث الانفجار يخطط المصور لتنظيم معرض تشيرنوبل في أماكن أخرى ويقول أن المشروع التالي قد يصور في أوكرانيا أيضا بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف نظمت في العاصمة الأوكرانية كييف مسابقة دولية للقرآن الكريم عنها تحدثنا الزميلة ياسمين الزهراوي في التقرير التالي هنا في مسجد المركز الإسلامي بالعاصمة الأوكرانية كييف تصدح أصوات المشاركين في المسابقة القرآنية الدولية السنوية وهم من الأوكرانيين وحامل جنسيات رابطة الدول المستقلة بالإضافة إلى عرب ومسلمين مقيمين في أوكرانيا المسلمون جزء من مجتمع أوكرانيا ولهم كامل الحقوق ومن المهم إقامة فعاليات روحالية كهذه لتلاوة كلام الله أنا لست مسلما ولكنني أتشرف بحضور هذه المسابقة وأتمنى التوفيق لجميع المتسابقين بدأت المسابقة بفئة حفاظ القرآن الكريم كاملا وتوجب على المتسابقين إكمالوا أي آية تختارها لجنة التحكيم من النص القرآني الموزع على أكثر من ستمائة صفحة نركز في التحكيم على صحة القراءة ومخارج الحروف وكذلك على أحكام التلاوة فهي الأمور الرئيسية التي تميز المتسابقين عن بعضهم إلى جانب الجوائز المالية تبقى الجائزة الكبرى هي الأجر والثواب ورضوان الله تنافس في المسابقة القرآنية هذا العام أكثر من ثمانين شخصا وهم من الرجال والنساء والأطفال من مختلف الأعمار ومعظمهم غير ناطقين باللغة العربية شاركت في عدة مسابقات سابقا ضمن فئة جزئين ولكنني لم أفوز من قبل أنا واثق من الفوز في هذه المرة فقد استعددت جيدا خلال الفترة الماضية تقام هذه المسابقة للعام العشرين على التوالي بدعم وإشراف ربطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الرحمة العالمية في دولة الكويت في أوكرانيا التي يقارب عدد مسلميها المليون تشهد هذه الفعاليات إقبالا ينتزايد في كل عام فيه تأكيد على الهوية وتمسك بها وسعي للأجر ورضوان كما يقولون اسمين الزهراوي رسولان بيلازورف يو اي تي في مزيد من الإخبار العالمية والمحلية الأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني يو اي تي في دوت يو اي نهاية حصادنا لهذا الأسبوع قدمناه لكم من قناة يو اي تي في الأوكرانية في العاصمة كيف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة وعلى الموقع وكذلك في أسبوك يوتيوب تويتر وإنستجرام في أمان الله اشتركوا في القناة